أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن البورصة المصرية تلعب دورا محوريا في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أسواق المال أحد الأعمدة الرئيسية لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو وعشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن ذلك دفع الدولة لتدعم البنية التشرعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصري حتى يكون قادرا على المنافسة إقليميا ودوليا ودعم قطع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذي صلت الضوء على المكاسب التي حققتها البورصة المصرية عام 2021 بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيزها ودعمها